أولا عزيزي كدعني أقول لك هناك شيء أعجبني بل أدهشني وسحرني هو الحضور الجماهري المحترم جدا جدا لأهل الشرق وأهل وجدة والروح الرياضي العالي التي أبنى عليها الجمهور المغربي بوجدة صحيح أنه تعرض للتهميش من طرف القناة الرياضية المغربية وهذا أمر عادي لأنها ركزت على طفلها المدلل مصطفى حجي الذي كان هو نجم هذا اللقاء بتحركاته وبحركاته وبكتاباته إلى غير ذلك وكأنه هو المنتخب المغربي وكأنه هو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكأنه هو الرياضة المغربية وهذا أمر مؤسف ومؤلم جدا صحيح أنه لم يعجبني أي شيء داخل الفريق الوطني المغربي لأن لحد الآن شخصيا أعتبر أن خاليدوزيتش هو فقط متفرج كباك المتفرجين والذي يتحكم في الاختيارات والذي يتحكم في المنادات والذي يتحكم أيضا في الأسماء أعتقد بأنه لا زال هو مصطفى حجي وبالتالي أنا أقول متى سيعمل خاليدوزيتش على تحمل مسؤوليته المباشرة في قيادة المنتخب المغربي أكبر دليل على ذلك هو التكرير المغلوط الذي رفعه مصطفى حجي عن الحمد لله إلى خاليدوزيتش وجعل خاليدوزيتش يخرج بتصريح غريب وتصريح غير مسؤول ونحن نعلم هنا في المغرب أن الحمد لله معاقب هنا إداريا وليس رياديا أن الحمد لله معاقب على موقفه الشجاع من الفوضى ومن المحسوبية ومن الكولسة ومن التيارة داخل المنتخب المغربي وبالتالي أن هذه الأمور هي التي أقلقتني كثيرا فحجي هو من صناع أو من المساهمين في الدمار الشام الذي عرفه المنتخب المغربي وهنا أيضا أربطه بتصريح المهدي بن عطية وأقول لبن عطية ألم تكن أنت هو العميد للمنتخب المغربي لماذا خالتك الجرعة والشجاعة أن تقول ذلك وأنت عميدا للفريق الوطني المغربي ألست أنت واحدا من صناع الحلقيات والكوالس والتيارات داخل الفريق الوطني المغربي ألست أنت واحدا من الذين كانوا يغلقون الأبواب في كل المواهب المغربية بالله عليك ألست واحدا من من دعموا هيرفيرونار في تدمير وتخريب المنتخب المغربي باعتماده على اللاعبين العاطلين وباعتماده على لاعبين خارج التغطية ألست أنت المهدي بن عطية من كان يقود معركة أيضا ضد مصطفى حجي وكانت كله على حساب المنتخب المغربي دعني أقول لك المهدي بن عطية بأنك دخلت صغيرا إلى المنتخب المغربي وكان الخير والفضل للمنتخب المغربي أكبر عليك بالمنتخب المغربي لعبت بكل الفرق العالمية الكبرى ولكن الآن أنت خرجت صغيرا وستبقى صغيرا وبتصريحك هذا تفيد بأنك لم تكن تستحق العمادة ولم تكن تستحق الفريق الوطني المغربي وضح تقليل ترجمة نانسي قنقر